السلام عليكم ازايكم عاملين ايه؟ يارب تكونوا كلكم بخير هحاول اعلمكم عداد حلوة تبقوا بتعملوها العداد دي هتفرق لما نتعلمها من وإحنا صغيرين هتفرق معانا قوي في حياتنا وإحنا كبار وهتخلي الناس تحبنا مش هتاخد دقيقتين من وقت الحصة اول عادة عاوزة تكلم معاكم فيها انسان مبادر يعني ايه انسان مبادر؟ يعني بيعمل الحاجة قبل ما تطلب منه خد بالك من جملة قبل ما تطلب منه مش انسان كسول يعني لما تشوف بابا شايل طلبات البيت تجري وتشيل معاه وتساعده قبل ما يطلب منك يعني لما تشوف ماما عمالة تعمل حاجات كتير قوي في البيت وانت قاعد بتلعب تروح وتقول لها اساعدك في ايه؟ اعمل معاك ايه؟ انسان مبادر حاجات كتير قوي ممكن تعملوها وانتو اللي تبدأوا تعرضوا على الناس انكم تساعدوهم عارفين ليه بقول لكم كده؟ عشان لما تجبروا وانتو واخدين انكم بتساعدوا الناس تتلاقوا الناس كلها بتحبكم وقلتلكم يبدأوا بابا وماما علشان احلى دعوة هتسمعها من القلب هتكون منهم من بابا وماما الحاجة اللي هتتعودوا عليها من وانتو صغيرين هتجبروا وانتو بتعملوها بسهولة النهاردة كده اتفقنا تخليك انسان مبادر تمام؟ يلا بينا نبدأ حساتنا نبدأ باسم الله حساتنا النهاردة هعمل فيها ريفيجن هعمل فيها ايه؟ ريفيجن وراجع هراجع معيك كل الحاجات اللي انا بدأت بيها الدروس وكل المعلومات اللي قلتها وانا ماشي كده انت انا بتكلم وانت بتتكلم معي اقول لك فاكر لما قلنا كذا بترد بقى انت قاعد هناك في البيت بس بتقول اه هنا لما عملنا كذا هنا لما كنا بنكتب الفراكشن كنا بنعمل كذا ماشي؟ يلا تاني كله يقول بسم الله اول حاجة تعلمناها في الدروس كانت يعني ايه فراكشن وقلنا فراكشن يعني لما يكون معي شيب ومتقسم لإيكوال بورتس صحي كده؟ وتعلمنا بنكتب الفراكشن بتاعتنا ازاي؟ اتعلمنا ان انا عندي حاجة اسمها دينوميناتر الرقم اللي بكتبه تحت وحاجة اسمها نيوميناتر الرقم اللي بكتبه فوق تمام كده؟ طيب الدينوميناتر بتاعك هنا هو وان تو سري فور اهو كتبته كل البورتس عدها وكتب لي الدينوميناتر بتاعك تحت طيب والنيوميناتر بتاعي بكتب فيه شادة بورتس بس ها انا عندي هنا ايه؟ عندي اونلي وان شادة بورتس تمام كده؟ فبقيت الفراكشن اللي قدامي وان اوفر فور وان فورز وور كورتر ليها اكتر من اراية تمام كده؟ طيب وبعد كده بصوا برضو تعالوا نكتب فراكشن كمان معايا نيوميناتر وديناميناتر خد بالك قلتلك الكلمتين دول مهمين جدا ماشيين معايا طول الوقت طيب هنا هوت الديناميناتر بتاعك ايه؟ هاو ميني بورتس؟ عد التوتال بتاعهم وان تو سري فور فايف اهم طيب النيوميريتر هاو ميني شادة بورتس؟ سري فبقيت سري فافسس اوكي؟ او سري اوفر فايف تمام كده؟ طيب بعد كده تعلمنا ايه؟ ها اتعلمنا يونيت فراكشن يبقى خلاص عرفنا يعني ايه فراكشن؟ وعرفنا يعني اين يوميريتر عرفنا يعني ايه ديناميناتر اتعلمنا حاجة اسمها يونيت فراكشن وقلنا اليونيت فراكشنز دي الفراكشنز اللي النيوميريتر بتاعها في وان يعني لما اقول وان اوفر سري دي اسمها يونيت فراكشن لما اقول وان اوفر فايف دي اسمها يونيت فراكشن لما اقول وان اوفر سيفن اسمها يونيت فراكشن ليه؟ عشان النيوميريتر بتاعها في وان دي معنى يونيت فراكشن بعد كده عرفنا طيبس اوف فراكشنز أنواعها إيه أشكالها إيه الفراكشنز دي وعرفنا أن أنا عندي عرفنا أن أنا عندي ثلاث أنواع واحدة اسمها واحدة اسمها والتالتة اسمها تمام كده يبقى أنا عرفت أن أنا عندي طب إيه الفرق ما بينهم بروبر يا فندم زي ما كتب لك 2 over 6 بالمنظر ده اسمها بروبر ليه عشان النيومريتور بتاعك less than denominator نيومريتور less than denominator الرقم اللي فوق أصغر من اللي تحت طب إمبروبر إمبروبر فراكشن زي ما كتب لك مثلا 4 over 3 ها الإمبروبر عندها إيه عندها النيومريتور more than الديناميناتور الرقم اللي فوق more than اللي تحت تمام كده ميكسد نمبر ده قلنا عنده حاكتين عنده هول نمبر زي ما كتب لك 1 and half عنده هول نمبر وبروبر فراكشن هول وبروبر عنده هول نمبر وبروبر فراكشن تمام كده باي هول نمبر يعني يقول 1 2 3 whatever number اللي هيتكتب هنا وقلنا بروبر فراكشن يعني النيومريتور less than الديناميناتور فلما تلاقي المنظر ده يبقى اسمه ميكسد نمبر تمام كده طيب يبقى دي types of fractions اتعلمناها وحلينا وعرفنا وشوفنا طيب اللي بعده اتعلمنا كمان ان الone hole بتاعي الone hole يعني السيركل كاملة لما اخدها كلها بالمنظر ده هي هي equals 2 over 2 يعني معناها لما قسم السيركل ل2 بارتس طبعا 2 equal بارتس واخدهم كلهم بالمنظر ده هي هي equals 3 over 3 معناها ان انا مسكت السيركل بتاعتي وقسمتها ل3 equal بارتس واخدتهم كلهم تمام كده هي هي equals 4 over 4 equals 5 over 5 equals وفضلت ماشي بقى زي ما انا عاوز تمام كده يبقى الone hole بتاعتك equals 2 over 2 3 over 3 4 over 4 وقلتلك الحوار ده مهم بيجي كتير في المسائل واكيد انت شفت معي لو تابعت الفيديوهات اللي فاتت تمام one hole equals 2 over 2 3 over 3 100 over 100 المهم ان النيومريتور بتاعك زي الديناميناتر يبقى هي equals 1 تمام كده ظهر لي سؤال كمان بيقول لي how many unit fractions in how many unit fractions يعني one over واي ان كان النمبر اللي هيكتبه في الديناميناتر how many unit fractions in وبعدين هنا كتب لي مثلا 5 over 8 قلتلك ساعاتك بص على النيومريتور بتاعك وقل لي يبقى هي عندها 5 unit fractions عندها 5 unit fractions اللي مش واخد باله جبت الفيف دي من فين احنا اتفقنا ان unit fractions يعني one over معناها one over eight plus one over eight plus one over eight plus one over eight plus one over eight how many one over eight كتبتهم انا دلوقتي ادي one two three four five معايا five unit fractions five one over eight تمام كده طيب how many unit fractions in two over seven خلاص بقى ما انا مش هكتب one over seven plus one over seven واروحي عردهم لا انا بقولك بص على النيومريتور بتاعك وقل لي دي عندها two unit fractions على طول من النيومريتور بتاعها طيب اتعلمني كمان ان انا لو كتبتلك فراكشن مثلا مثلا زي four over seven وقلتلك اكتبها لي in many ways بقى باكتر من طريقة يبقى الكلام ده equals مرة واحد هيقول لي one over seven plus one over seven plus one over seven plus one over seven هو كتبها لي كده بايه بالunit fraction بتاعته تمام كده وساعات بيقولك بيحددلك بيقولك اكتب لي الفراكشن دي using unit fractions طيب واحد تاني هيقول لي لو هو ما طلبش منك using unit fractions هيقول لي مثل four over seven دي equals انا ممكن اعملها ازا sum of two fractions sum of two fractions مجموع two fractions تمام بس عشان اعملها لازم الديناوميناتور بتاعي يبقى فيه seven هعمل بقى الفور دي one و three one plus three equals four هقوله برافو عليك واحد تالت هيقول لي يا ميس ايه رأيك لو خدت الفور over seven دي وكتبت هالو two over seven plus two over seven تمام برافو عليك المهم ان انت فاهم واحد تالت ممكن اصلا يقول لي يا ميس انا هاخد الفور over seven دي وهعملها sum of three fractions هعملها one over seven plus one over seven plus two over seven برضو صح برافو عليك الفكرة ان انت بص السيفن كلها زي بعضها في الديناوميناتور وبنجمع النيوميناتور زي two plus one plus one هتديني الفور تعلمنا كمان سؤال ومهم قوي 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 اللي هو change from mixed number two improper fraction والعكس سواء يقولك من mixed للميكسد للميكسد او من الميكسد طب يلا نرجعك اننا بنعمله ازي ها هو هنا من الديني three and half اوكي وعايزني حولها من الشكل بتاع الميكسد ده للميكسد ده تفقت معاك ان انت بتعمل ايه بتعمل سيركل بتبدأ من عند السري الهول نمبر وتروح كده للديناوميناتور وتكتب وتطلع كده هوت وتكتب لي plus تمام كده مالتبلاي وبلص وبعدين تقول لي equals three by two equals ايه او مالتبلاي three by two equals six plus six plus one equals seven جيني يوميليتور بتاعي over ونزلي التو في الديناوميناتور زي ما هي يلا تاني هبدأ من من الهول نمبر وانزل على الديناوميناتور وكتب لي مالتبلاي واطلع بالسهمة بتاعك اكتب لي plus والكلام ده equals five by four equals twenty twenty plus الone twenty one over نزلت بالسهمة بتاعي هو وطلعت مالتبلاي وبلس two by six equals twelve twelve plus one equals thirteen over ونزل لي الرقم اللي في الديناوميناتور زي ما هو اخر واحدة نزلت هوة السيركل بتاعتي بلفها ودي المالتبلاي ودي البلاس تمام كده انا بعمل ايه بعمل change from ميكس to ميكس to ميكس six by three equals eighteen eighteen plus two يعني معايا فوق twenty في الديناوميناتور over ونزل للسيركل في الديناوميناتور تمام كده يبقى انا عملت change طب وكمان خدنا العكس بقى يبقى انا هوة انا عملت من ميكس لامبروبر ساعات بيديني الامبروبر ويقول لي ايه حول هالي الميكس المرة دي عايزني change from improper fraction to mixed number يلا نعمل من الامبروبر لميكس 19 over five احنا اتفقنا ان over دي هي هي divide over هي هي ايه divide طب بصوا كده انا هعملها على جنبه طبعا انت ممكن انت عملها منت لزي ما انا علمتك في الفيديوهات اللي فاتت لو مش بتعرف عملها بالdivide ادي 19 divided by five تمام وانا عارف ان divide multiply minus bring down ايش هو ده المنظر اللي انا بتعامل معي ساعة divide يلا الone divided by five طبعا الone اصغر من five فكانت بي هاخد ال 19 كلها divided by five ايه رأيكم 20 يا ميس مش هتنفع انا معي 19 تعال ناخد اللي قبلها يبقى by ايه three equals 15 طب انا هكتب هنا three في الكوشنت بتاعي ادي divide يلا multiply three by five equals 15 الدور على المينس اهيه 19 minus 15 يعني انا معي reminder four بص كده الفور اصغر من five هي كده خلصت خلص لان مش معي حاجة نعمل لها bring down تمام طب يلا نروح يبقى الكلام ده equals ايه هاخد الكوشنت ده whole number بتاعي three وهاخد remember اكتبه في numerator وهياخد ال five دي اكتبها في denominator يبقى انا معي three and four over five تمام كده انا حولته من improver لم mixed كلام ده هو هو الكلام ده تمام يلا تاني twenty three over الفور يلا نعمل لها divide بتاعتها هي twenty three divided by four احابب تعملها منت لزي معلمتك في الفيديوهات اللي فتت تمام انما انا هنا برجع للناس اللي حبت انها تستخدم divide طيب twenty three divided by four four by five twenty four by six twenty four يبقى twenty four دي مش هتنفع يبقى انا هاخد four وهنا معايا divide multiply minus bring down انا خلصت divide دور على multiply five by four equals twenty يلا minus twenty three minus twenty هبدأ طبعا من الones three minus zero بسري وهنا two minus zero خلاص ما فيش بص كده السري اصغر من الفور تمام كده يبقى هي كده خلصت مبدئيا طيب اروح اخد الكوشنت بتاعي اكتبه في الهول نمبر يبقى انا معايا five والريميندر ده السري دي هكتبها في النيوميريتر over الفور اللي هو over الديفايزر بتاعك فبقيت twenty three over الفور equals five and three over a four طب اخر واحدة على نفس الشكل انا بعمل convert من improved fraction لم ادي المنظر بتاعي divide بتاعي ودي 34 divided by three انت عارف ان انا معايا divide multiply minus bring down خلاص كده وعارف وانت بتعمل divide بتاعك start from the left to the right انا بمشيها كده والانصر بتاعك from the left to the right تمام يلا three divided by three دي هتنفع يا miss a equals one كتبته يلا multiply one by three three minus three minus three zero bring down هنزل مين الفور بص حتى الفور اكبر من three ازاي طب يلا نكمل بقى يبقى هبدأ من اول وجديد تاني four divided by three equals one multiply one by three three minus four minus three equals one معاك حاجة تانية تعمل لها bring down لا يمس مش معايا يبقى الكلام دوت الكوشنت بتاعك ده هتاخدو في تحت ده one هكتبو في numerator over divisor بتاعي اللي هو three يبقى انا معايا 34 over three equals 11 and one over three تعالوا نشوف اللي بعد اتعلمنا يا حبيبي كمان وإحنا بنعمل add subtract تمام الwhole fractions أو mixed numbers تعالوا نرجع بقى الافكار دي عشان يبقى خلصنا كل الحاجات اللي احنا تعلمنا لغاية دلوقتي لما يقول اتب المنظر اللي انت شايفو ده تفقت معيكم نجمع whole على whole على fraction تمام كده يبقى انا معي one plus one equals two والfractions مع fraction الdenominator هينزل واجمع one plus two equals three تمام كده انا نزلت الdenominator بتاع الفور وجمعت الone والtwo اللي هم النيوميراتور بتاعتي فاداني ايه three وجمعت الهول مع بعضها وان وان نديتني يلا واحدة كمان ها نروح عند مين عند نزل الdenominator بتاعك اهو انا بجمع fraction على fraction وهول على هول خلاص كده انا نزلت الdenominator اجمع five plus five equals ten جمعت النيوميراتور يلا وهنا هوت انا معي three plus four seven بس اتفقنا ان المنظر ده مش mixed number يعني ليه مش mixed عشان seven و ten over eight اه ده هول لكن هنا في improper وانا عارف ان الميكسد في جنبه improper fraction مش improper fraction طيب قلتلك بص على ten over eight دي هتروح تعملها divide وتحولها من improper fraction لميكسد نمبر يا وهي هنا هوت كده ممكن تقولي ان ten over eight دي معناها eight over eight و two over eight تمام كده ال eight over eight دي تروح تدي seven ايه one ال eight over eight دي equals one فهتروح تدي seven اللي هنا في الهول one seven plus one equals eight وتاخد two over eight دي تكتبها جنبها بالمنظر ده تمام فبقت seven ten over eight equals eight and two over eight وهي كده خلصت يا اما واحد تاني هيقولي يا مثلا حاببا اشتغلها كده seven وتن over eight وقوله الكلام ده equals وهاخد ten over eight دي على جنب كده عمل لها divide بتاعها اجي ten divided by eight تمام وابدأ اقول ten divided by eight equals one one by eight بأيت وعمل لي المينس يبقى معي remainder two يبقى seven والتين over eight معنيها ان انت معك seven plus seven plus وهاخد الهول اللي هنا وانا هين وهعمل بتاعتي two over eight والكلام ده equals واجمع الهول على الهول seven plus one eight ونزل لي الفراكشن two over eight بالمنظر ده تمام اهو بصوا eight two over eight eight two over eight شوف انت حاببت تبقى بتشتغلها زي سواء تقسمها بالمنظر ten over eight او سواء تعملها ايه divide طيب تعالوا نبص بردو اخذنا السؤال ده وقلتلك لازم ينزل في الامتحانات لازم ما بيخلاش منه امتحان ابدا لما يقول لك one hole minus three over four الكلام ده equals ايه اتفقنا ان الone hole دي هبدأ خليها تاخد شكل الفراكشن طيب اين هي فراكشن ما انا عارف ان الone hole يعني two over two three over three وfour over four وحاجات كتير قوي قلتلك بص على الدينامينيتر اللي انت بتشتغل معاه وبناء عليه تعمل الفراكشن هنا minus three over four يبقى الone دي خليها لي four over four وكأن المسألة بتاعتك بقت ايه بقت four over four minus three over الفور والكلام ده equals الدينامينيتر بتاعتك هي زي بعضها هنزل لي four وقول لي four minus three equals one هي كده خلصت يلا تاني one minus two over eight ها بصيت على مين على الدينامينيتر عشان ابقى عارف هفك الone الايه هاختر انهي فراكشن فحخلي الone دي eight over eight minus two over eight يلا خلاص هي كده تتحلى على طول نزل لي eight في الدينامينيتر وeight minus two equals six واحدة كمان one minus two over five minus one over five انا معايا دينامينيتر زي فيها ايه فيها five يبقى الone دي هاخليها five over five كمل المسألة عادي minus two over five minus one over five الكلام ده equals انزل بالدينامينيتر بتاعك five اهو five minus two يعني three three minus one يعني ايه يعني two يبقى انا معايا two over five خلصت خدنا كمان شكل اخير بقى اللي هو add and subtract mixed numbers المنظر ده تمام كده ودي كانت اخر حاجة كنا بنشتغل عليها في الفيديوهات اللي نزلت اللي هي add and subtract mixed numbers وهنا بص كده مجيني بقى ايه مسائل ويلا نحلها اتفقت معاكم بنبدأ بمين بال fractions بتاعتنا بص على ال denominators زي بعضها روح نزلي كده هنا هو nine و nine هنزل ال nine يلا add ال numerators four plus two equals six روح اجمع الايه ال whole numbers بتاعتك two plus one equals three خلصت طب يلا اللي بعدها one and two over three plus three and one third ها هروح ابص على مين على ال denominators بتاعت الفريكشنز بتاعتي هنا في three وهنا في three نزلهي يلا نجمع ال numerators two plus one equals three هنا هو اتبقى روح للهول one plus three equals four يميز بصي المنزر ده ينفع سيب المسألة كده ينفع يبقى عندي four جنبها three over three لا يميز انا عارف ان three over three دي equals one تمام كده حط ال one على مين على الفور يبقى one plus four equals five one plus four equals five هي كده خلاص خلص تمام طيب يلا لبعدها بصوا كده هنا ها انا هنزل ايه ال denominator بتاعي في five معي هنا هو three and two over five minus two and one over five تمام كده اهم حاجة اتفقنا عليه يا شباب ان ال denominator بتاعتك تكون زي بعضا تمام انا هنزل ال denominator هو five two minus one equals one نزلتها هيت وبعد كده روح للهول نمبر بتاعك three minus two equals one يبقى انا معي equals one and one over five تقابلني المشكلة لما شوف مسألة زي دي three minus two and one over eight يميسنا فيش هنا fraction عشان اطرح fraction minus fraction تمام اتفقت معيك ان انت تروح للسري دي وتقول لها انا عيرف ان السري يعني two وone صح كده السري معناها ايه two one two plus one equals three الوان دي هي هدفك التو نزلتها النامبر زي ما هي الوان دي هتفكهلي لفراكشن طب انهي فراكشن فراكشن الدينامينيتور بتاعها ايت يعني الوان معناها ايت over ايت كملي المسألة عادي مينس two and one over ايت الكلام ده ايكوالز بصوا بقيت تتحلل ازاي اللي فهم بيحلوا الدنيا بتبقى جميلة خلص وسهلا يلا نزل لدي الدينامينيتور بتاع الفراكشن بتاعك اللي هو اليت ويت مينس الوان ايكوالز 7 وبعد كده تو مينس two ايكوالز 0 خلاص محتاج تكتبها اصلا يبقى انت معاك ايه معاك 7 over ايت انا كده عملت معاك رجعت معاك الحاجة المعلومات الاساسية اللي احنا تعلمناها في الفيديوهات كلها وبدهر الغيب لايك ويشير عشانك كل يستفيد وفي حاجة مهمة كمان عاوز اقولها لكم حسبت لكم الرابط بتاع صفحة الفيس اول تعليق علشان الناس تشترك فيه عشان هناك هيبقى فيه تواصل بيني وبينكم اسهل من هنا سلام عليكم